داريا في الواقع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كشف منذ قليل نتائج التحريات التي قامت بها لجنة التحقيقات الروسية فيما يخص حادثة اغتيال الصحفية والناشطة السياسية داريا لوجنا هذه المعلومات التي كشفتها أجهزة الأمن الفيدرالي الروسي اتهمت من خلالها ما وصفته بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية بأنها ظالعة في هذه العملية وفي عملية اغتيال الصحفية والناشطة السياسية هنا في روسيا المعلومات التي نشرتها أجهزة الأمن الفيدرالي الروسية كشفت بأن مواطنة أوكرانية وصلت إلى روسيا في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي وقامت باستئجار شقة في المبنى التي تقضن فيه الصحفية والناشطة السياسية الروسية وقامت بمراقبة حركات وتحركات الناشطة السياسية حتى يوم القيام بالحادثة وزرع عبوة ناسفة تحت مقعد سائق أو سيارة التي كانت بها الناشطة السياسية الروسية أجهزة الأمن الفيدرالي الروسية قالت بأن العبوة الناسفة كانت بها أكثر من أربعمائة جرام من مادة التينتي عالية أو شديدة الانفجار سبق للخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخرفوان أكدت بأن موسكو ستصنف هذه الجريمة في إطار العمل الإرهابية وإرهاب الدولة لسلطات الأوكرانية في حال ما إذا ثبت بأن الجهات الأوكرانية وراء حادثة اغتيال هذا يستدعي ماذا يوجدنا بحسب التصريحات التي أدلت يعني كون الخارجية الروسية تعاملت مع هذه الحادثة في إطار إرهاب دولة هذا يستدعي أي أنواع الرد من روسيا حسب المتعارف عليه طبعا الخارجية الروسية في الواقع تعاملت بحذر شديد حول هذه المسألة قالت في أنه في حال ما إذا تم التأكيد بأن الجانب الأوكراني هو من يقف وراء هذه الجريمة التي وصفت بأنها مدبرة ومخطط لها فإن موسكو ستصنف هذه الحادثة بمثابة إرهاب الدولة التي تعمل به سلطات الأوكرانية في الوقت الرهن اليوم أجهزة الآمن الفيدرالية كشفت جزء من هذه التحقيقات وأشارت بشكل مباشر بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية هي من تقف وراء هذه الجريمة هذا يعني بأن روسيا ستصنف هذه الحادثة في إطار إرهاب الدولة الممارس من السلطات الأوكرانية وستضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم التي تقوم بها القوات الأوكرانية أو سلطات كييف بحسب الرؤية الروسية طبعا التي تتهم سلطات كييف بأنها طيلت ثماني سنوات وهي تمارس إرهاب الدولة في إقليم دنباس وتقوم بسلسلة من اغتيلات سواء التي طالت مواطنين عاديين أو حتى شخصيات مهمة في إقليم دنباس ننتظر بعض التصريحات من طرف الخارجية الروسية حتى من الكريملين حول تدعيات هذه العملية خاصة في ظل كشف جهاز الأمن الفيدرالي لبعض المعلومات التي تهم من خلالها بشكل مباشر بأن أجزة الاستخبارات الأوكرانية هي من تقف وراء هذه الجريمة شكرا جزيلا لك إذن في إطار أي تصريحات تخرج في هذا الإطار من الخارجية الروسية كنت معنا من موسكو مرسل غاديوسف بيكار